بسم الله الرحمن الرحيم مع درس جديد من دروس النحو العربي نتحدث فيه عن جمع المؤنث السالم وطريقة إعرابه وما الحالات التي يعرب فيها بعلامات فرعية أولا نتحدث عن جمع المؤنث السالم ما هو جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين حتى ابن هشام في كتابه أوضح المسالك يقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين ولم يقل جمع المؤنث السالم لماذا؟ لأن هذا الجمع يجمعه كل اسم مختوم بتاء مربوطة حتى وإن كان مذكرة مثل حمزة يجمع حمزات طلحة طلحات معاوية معاويات ويجمع منه المؤنث سواء أكان مختوم بتاء التأنيث أو لا مثل فاطمة فاطمات ومريم مريمات وهند هندات تعليفه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء مزيدتين نحو حضرة الطالبات فازت هندات ما حكم الإعراب كيف يعربيا؟ ما إعرابه؟ يرفع بالضمة هذه علامة أصلية ما في مشاكل لا يوجد فيها مشكلة كقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فكلمة المؤمنات هنا معطوفة مرفوعة على ما قبلها مرفوعة وعلى ما ترفع الضم الظاهرة لا يعراب فيها ويجر بالكسرة ما في مشاكل أيضا هذه علامة أصلية وكقول الله تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فكلمة المؤمنات هنا معطوفة على اسم مجرور ومجرورة بالكسرة علامة أصلية لا أحرج في ذلك وينصب هنا العلامة الفرعية هنا ها هنا الاختلاف ها هنا الاختلاف ينصب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة قول الله تعالى خلق الله السماوات ولم يقول السماوات فهنا موضع الشاهد في كلمة السماوات هذا موضع الشاهد والقاعدة تقول هنا جمع مؤنث جمع مؤنث سالم معذرة جمع مؤنث سالم منصوب ماذا؟ منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة وهي العلامة الفرعية الوحيدة هنا لأن الكسرة نابت هنا عن الفتحة طيب نتحدث عن التعريف شيئا يسيرا خرج بهذا التعريف شيئا يعني خرج ليس جمع مؤنث سالم وده خرج شيئا الأول ما كانت ألفه غير زائدة لازم يكون الألف والتأزائدتي نحو دعاة وقضاة فإن الألف في الكلمة الأولى دعاة منقلبة عن أصل وهو ماذا؟ وهو الواو لو رجعنا بالفعل الماضي يدعو يدعو أصل الألف والثانية منقلبة عن وثم قلبت والثانية منقلبة عن ياء لأن الفعل المضارع منها يقضي الفعل المضارع منها يقضي وقلبت الواو والياء إلى ألف الكلمتين طيب الشيء الثاني الذي يخرج من التعريف ولا يدخل تحت باب جمع المؤنث السالم ناخذنا الأولى ما كانت ألفه غير زائدة كانت ألفه أصلية كذلك ما كانت تأه غير زائدة أي أصلية أصلية في الكلمة وليست زائدة لا يدخل في باب جمع المؤنث السالم نحو صوت كلمة صوت وأصوات أصوات جامع ومختم بألف وتاء ولكن التاء هنا ليست زائدة بل أصلية من أصل الكلمة صوت موجود في المفرد وكذلك ميت وأموات أموات مختمة بألف وتاء ولكن التاء ليست زائدة الألف فقط هي الزائدة وكذلك في أصوات فهذان النوعان ليس من باب جمع المؤنث لأن دلالة الكلمة المذكورة على الجمع ليس بسبب الألف والتاء وإنما هو جمع تكسير وليس جمع مؤنث سالم يبقى كلمة صوت وأصوات وكلمة أموات وكلمة قضاة ودعاء هذه ليست جمعة مؤنث سالم بل هي من باب جمع التكسير لأنها إما التاء أصلية فيها أو الألف أصلية فإلى لقاء جديد إن شاء الله تعالى نكمل فيه الحديث عن الملحق بجمع المؤنث السالم فإلى لقاء